موسيقى اهلا وسهلا بكم من جديد وصباح الخير عليكم صباح لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا الآن لتكملة ما تبقى من صباح الشروق وعودناكم في كل ثلاثة دايما انه تكون الرياضة هي حاضرة معانا والعقل السليم في الجسم السليم ونحن برضو في قناة الشروق بنكون حريصين على الرياضة البدنية وبما انه الرياضة البدنية هي مهمة يبقى معناها الرياضة كتشجيع الرياضة كتسجيل كروي الرياضة كتقافة كلعب كفرق ممكن تكون مختلفة هي مهمة عندها متابعين عندها جمهور غد يكون متعصف جدا نحن دايما في الفترة دي بنقول يا جماعة التعصف دا نخليه بعيد عشان ما نشوف هلال ومريخ في الغمة دايما نشوف فرقنا المحلية هي مشاركة عالميا نتباها بها وفريقنا القومي دايما يكون هو الأفضل لكي خلونا نشوف جولة سريعة حول الأحداث والقضايا الرياضية اللي حصلت لنا في هذا الاسبوع مع ضيفي الموجود معايد أستاذ حيثم محمد علي وصد صحفي ومحلل رياضي صباح الخير عليك صباح النور صباح المحبة في الشهر المحبة لكل متابع الشروق الله يزيك العربي صباح جميل ناصر الرياضة دايما ما بيكونوا هادئين كده أستاذ حيثم بيكونوا دايما مضعصفين قالوا والمحللين دايما بيكونوا إذا كان هلالابي أو مريخابي بتلقاهوا بنحاز للإفريق إذا كان مريخاب أو هلالابي نقدم المريخ هو وش ممكن نقدم المريخ إذا كان مريخابي يبقوا معنا فين حياز وضع خلينا نشوف من خلال جولتنا لهذا الصباح من صباح الشروق بعد نهاية معسكر المريخ بحرص الحدود المصرية وقبل بداية المعترك الإفريقي السبت القادم أمام الترجي التونسي رؤيتك حول المعسكر بكل تأكيد هذا المعسكر يمكن شابته العديد من الأحداث العديد من التقاطعات ممكن أن المريخ عمل انتدابات كبيرة على مستوى اللاعبين الأجانب على وجهة الخصوص ممكن أن المدير الفني هيرون ريكاردو تعاقد مع أربع برازلين دوع واحدة ممكن بعد رحيلة تونسي قايز القرائري ممكن حدث التصفير لكل محترفين بإستثناء الكورومبي براين جمهور المريخ كان متشوق كان بيضع عمار عراض على هؤلاء المحترفين ولكن ممكن المريخ خاص خمسة مباريات إعدادية أمام سارميث كيروباترا بجانب حرص الحدود بجانب الرجاء المرسمة تروح بجانب الأخضر الليبي خسر من إسماعيلي المصري بربعية نظيفة ممكن هذه النتائج جعلت حالة من القلق حالة من التوجس لجمهور المريخ قبل الإقلاع إلى تونس وجمهور المريخ مريخ في ذلك مريخ حقق انتصار وحيد أمام بريقة الرجاء ممكن من الدرجة الثالثة نعم قياسا بالنتاج التي تحققتها وعدم تسجيل المحترفين الأجاني لأي من الأهداف ممكن تجعل خلق نوع من التوجس فسجم كل مريخ أستاذ زهيسا في ذات المعسكر نشوف إلى أي مدى استفاد الجهاز الفني من المباريات الإعدادية اللي لعبها وأجراها أمام سيراميكا واللي انتهت بالتعادل كانت صفر صفر ممكن المدير الفني هيرون ريكاردو أطلق تصريحاته بعد نهاية مباراة السرمية في النبات المريخة باليوم أكد انه استفاد استفادة كبيرة من هذه المعسكر وانه غير متعجل لهذه النتائج لكن أنا شخصيا يعني ممكن غير متفائل بهذه المعسكر على الإطلاق ممكن ريكاردو لحق بالفريق بعد أسبوعه بالكامل كان مركز على التسجيلات وانه أعتبر ديشان إداري خاص يعني بحت ما كان المدير الفني يتأخر عن إعدارك دي مدة أسبوع بجانب خياب المدرب العامل كابتن أبراهوما اللي هو الآن تحول إلى المنتخب الوطني ممكن يجي برضه تم التعاقد مع الكابتن أبنيني جحفر بعد احتزال المهندس في هذا الموسم كان احتزال المهندس كان احتزال مبرق ومنطق إلى أنه هو معاشر على التسجيلات معاشر على الإعدادات ما حيكون عنده أي دور في هذه المرحلة الأمور في المريخ لا تبشر بخير لكن دعينا نتفاعل خفير إن شاء الله طيب في المرحلة ذاته سيطر المحليين على التشكيلة الحامرة تحديدا بكل تأكيد الأجاني محتاجين وقت عشان ينسجموا عشان يلعبوا عشان يأخذوا يمكن برضه فيه أخبار غير سارة بإصابة البرازيلي سيرجو رافيل وقياو المدرد الأسبوعين عن مواجهة الزمالك والطريق التونس يمكن دي برضه أرقة بزلالة على الفريق يمكن المدرب يحاول يحتمد على الحرص القديم برضه اللعبين الدوليين جوا متأخرين برضه من رحلة الجزائر بعد نتائج محبطة للقاية بعد الوداع وتزيد من المعطم الخسارة ما مقارنة والخسارة ما مضخشقر فأنا الله حجرت المرشق على المريخ قبل مواجهة السفت أمام بلاك باب سواء الطريق التونس خلينا نشوف أيضا كمان مواسم تسجيلات وموسم المريخ مع الإدارة الجديدة هل يمكن أن يكون موسم لترميم ما سبق من دمار في عهد السوداكال والله المجلزة الآن له أربعين يوم برضه ما نظمه حديث الولاد قدم عمل كبير حتى الأربعين ما أكمل ولكن برضه ظهرت بواد الإتشقاقات حقياب المؤسسية حقياب الاجتماعات بصورة رادبة طواجد الأخر رئيس خارج البلاد انفراد المجلس التنفيذي بالقرارات يجب أن تتموا عليه تهازي الأمور لكن الآن هو التركيز على المباريات البطولة الأفريقية بكل تلك بعدها سيكون لكل حزين حديث إن شاء الله ننتظر ذلك وبرضه كمان من خلال تنقلات الشتاء هناك اكتهام المدرب والمجلس الهجومية ممكن يكون رايك في هذا بتأكيد ممكن الاستغناء عن بكر المدينة ترك عديد من ردد الأبعال في وسط المريخ كان هناك أنباء عن عودة المهاجم سيف الدين مالك تيري اللي شاهدناه أمس يتألق ويصور ويجول ويسجل من تنسرة مع الزمالك المصري ممكن برضه جوان المريخ أصبحت الحسلة لحروب أو قياب هذا المهاجم ممكن لا مجلس حازم ولا مجلس سوداقال ولا مجلس أم مبارك قدر يعالج هذه الأمور ويعيده سيف تيري للمقدمة الحجومية بقدر نظر عن الطريقة التي قادرة بها المريخي يمكن الآن الجزول اللي نرح هو وحيدا في خلط المقدمة الحجومية للمريخ ويجعله علىه كثير بدون أي قياب وممكن مباريات مباريات كبيرة جدا مع شبيبة قصنطيني جزائل بجانب الطريق التونسي والزمالك المصري نتمنى أنه ريكاردو يدرس الأمور جيدا قبل هذه المواجهات ساذ هيتسم إبعاد قدامى لاعبي المريخ قد يشكل بداية الشرارة في مجلس أبو الجيبين اللي هم كاريكا وحاتم بالتأكيد قدامى اللاعبين عندهم دور كبير جدا ونظروا موظفين أميركاريكا لاعب كبير يقدم خدماته ويهملك من المواهلات كمدرب قبل أن يكون إداري عنده الشهادة تدريب الرحصة سي لاتحاد الأسوي للشهادة السي على رحصة الكاف إبعاد الكافتر حاكم محمد أحمد القيور المحب لهذا النادي بالأمس أيضا أمسا أول أبراهوما تنحى وتوجه إلى المنطقة الوطنية بتأكيد الأجواء خير مساعدة لوجود ضمن الحاربين بتأكيد هم عندهم دور كبير جدا بأدوه وعندهم أدوار كفية بلعبها بطل من الأقل الرئيس عمام مبارك أن يعالج هذا الخطأ السريع خلينا نشوف ننتقل المنتخب الوطني بعد خيبات الشان وتمرد اللاعبين ويقالة الجهاز الفني المنتخب الوطني بقيادة برهان تية وتعيين إبراهوما مديرا فنيا للمنتخب الأول ومازدى والديبة والديبة الديبة للمنتخب الأولمبي الأسماء الرياضية دي جماعنا دايما قعد تعمل لي مشاكل حمد والديبة حاجة عجيبة حمد والديبة حاجة عجيبة ده كان الشعار كانت نغمة جميلة لحظور الهلال رح يدينا الديبة يمكن أنه هو مدير من المنتخب الأولمبي تم تعيين مساعد دكاتي محمد عبدالله مازدى بصورة موقتة تم الاستغناء عن بورفانه محسنة سيد بعد خيبة أو فضيحة الشان سودان اتحاد مؤسس اتحاد قائد اتحاد رايد حاجة على المركز الثالث في هذه البطول بطولة المحردين هذه البطولة الثانية حققنا المركز الثالث في سودان 2011 وفي المغرب 2017 حققنا بورزينتي كونك انك تتزين مجموعة تكفو بعد انتخاب بعد استحاد المنتخب المغربي تتغرب ثلاثة من غانا تتغرب ثلاثة من مضغز غر الحديث الوليدة ممكن بي حدثة حزة عنيفة جدا خصوصا من المنتخب ده يتوفرت له نزلط نكر تكرار ومرار وتكرار أن يتوفرت له أجواء يعني فيقاية روح اهتمام كبير من الدولة مع أسكرات على مستوى عالي لعب كل أي مباراة في بداية هذه الإقالة هي إقالة متوقعة نتمنى أن الاتحاد القرى يتعاقد مع أجهزة فنية أجنيبية على مستوى عالي بخطط مدروسة للعمل اللي ينقدم باحتمال بالناشرين والشباب لأنه يمكن الجيل الحاردة ما عندما يقدمه تزين تصريعات كاس العالم نتاجه الآن في الشان نتاجه في مجموعته هذه المرة ثانية بالثلاثة تأكد أن هذا الجيل لن يدعو أي شيء بالمتوقع نعم خلينا ننتقل لاتحاد الخرطوم نشوف ما يليه وما به وعليه فيما يدور حول الاتحاد ذات نفسه والله الواحد يتأثق جدا بشكل بأس الاتحاد الخرطوم اتحاد الخرطوم هو اتحاد قاعد اتحاد رايت هو الاتحاد الأب لاتحادات الوطنية الاتحادات في السودان ممكن ما يحدث من ضغط ولو اتحاد الخرطوم ده لو سنة أو قرار بسرع نصف ما في استقرار لن يتسير من الوزيرة تدخل من اتحاد الكرة تدخل من لنية القانونية جمعي عمومية الاتحاد يلوح في الذهاب إلى كاس يجب الناس أن تتروه الشازل عبد المجيد هو رياضي مطبوع ولاعب سابق يجب أن يتعامل مع الأمور بحنك و بكاسة ما يتناسب مع هذا الاتحاد يسمى هذا الاتحاد الرائد رؤيتك الفنية لما يدور الآن في الساحة الكروية الرياضية ممكن تكون هي بشريات للمريخ تحديداً والله الأمور ما مبشرة نكون واقعين شلول أنت شايفه ما مبشرة يعني غديركم في متحاب نظرك كل صراعات يعني ما في حاس هناك نتكلم عن كورة نتكلم عن صراعات كل يوم قضية من كاس كل يوم خطاب من محكمة الحرير كل يوم نحن المشيء يعني ما في شيء مدرس المريخة الآن بدون ملعب لمدة ثلاثة أعوام على التوالي بيلعب خارج ملعب في ليبيا مستوى المحترفين في المعسكر الإعداد لا يبشر بخير الاتحاد العام العديد من الحنات العديد من القرارات العديد من التقاطعات شو هنا حصل في ملف الشركة الراعية نائب رئيس الاتحاد بيطلع على الملأ هل كانوا محتاجين للشركة الراعية في إنها ترعى عشان ما تروج له؟ من تأكيد الاستثمار الرياضي أصبح سيمة مهمة جدا عشان تروج شاهدنا كاس العالم في قطر تم التعاقد مع كبرى الشركة الشركات الاستثمار الرياضي أصبح شيء مهم جدا لأنه كورة القدم صرف ومال وتسويق من غير تسويق ومن غير مال من قصر ما هكو في نتاج على الإطلاق إطلاقا؟ على الإطلاق بكل تأكيد أنا شكرا ومقدرا لك أستاذ هيسم محمد علي كنت معانا من خلال الأحداث والقضايا الرياضية لهذا الأسبوع نشوفك إن شاء الله في بقرات رياضية مختلفة شكرا لك كثير نذكرنا كل نظيف إطلاقاتنا خفيفة رقم القصر ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه بكل تأكيد نحن لا نعلم جيد من الحقائق بل نتحدث عن الواقع بقول نعم شكرا جزيلا لك دي كانت موضوعاتنا استحبناها مع كل السادة المشاهدين اللي تابعونا وكانت آخر فقراتنا هي الأحداث والقضايا الرياضية مع الأستاذ والصحفي محمد هيسم محمد علي صحفي ومحلل الرياضي